السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مساء الخير كيف حالكم في كل زمان في كل مكان إن شاء الله ونتمنى لكم أن تكون شعداء هانئين يعني متمتعين بموفور الصحة وكامل العافية ورمضان كريم عليكم جميعا مسلمين وغير مسلمين إن شاء الله ونتمنى أن بركات رمضان تعم أيضا إخوانا وأخواتنا الغير مسلمين اليوم بكلم عن تجميع من عشر محاضرات أنا عملتهم عن رسائل أنا عملتها خصيصا للشباب كلكم شباب وزي ما قلت في أحد المحاضرات الشباب روح وليس عمر وسن معين الإنسان بيعيشه بشكر الأستاذ علي الشوى أنه هو سعيدني في الإخراج الفني ونبدأ اللقاء النهاردة وليس يكون فيه تلخيص معاشر محاضرات عن الرسائل اللي أنا أرسلتها للشباب دي المقدمة ليه أنا عملت المحاضرة دي لأن أنا عايز أوجه الشباب للدور اللي هم المنطلين القيام به لفت أنظار الشباب إلى تاريخ أمتهم وأنجاد أسلفهم أرشاد الشباب إلى ثروات ومقدرات أوطنهم معرفة رموز أبطال وأبطال الأمم الحقيين وعدم الخداع بما تنشره أبواق الإعلام الكاذبة الالتزام بتعاليم الدين والثقافة والقيم والأخلاقيات اللي علموها إيانا الرسل والأنبياء جميعاً أن يكون الشباب إيجابي ومبادر ومفاعل لطاقات أبناء المجتمع ويمكن أبناء المجتمع من الأخذ بزمام المبادرات وزمام الأمور اللي يستسلمه لليأس والإحباط والانتواء والعزلة المجتمعية أن يحرس الشباب على العلم والتعلم ولا توقفوا عن تحصيل علومه إلى الممات أن يحصنوا أنفسهم بالزواج وبناء الأسرة العائلية المجتمعية أن يتعايش الشباب مع كافة المجتمعات والمكونات المجتمعية مع كافة مكونات الشعوب أوطنهم لأن نظر لاختلاف العقيدة أو العرق أو الثقافة أو الأعراف أو القيم الأخلاقية أن يحترموا حق الجيران مع الجيران من أبناء الشعوب والدول الأخرى أن يعلموا أن الخالق سبحانه وتعالى خلق لكل دابة تدب على الأرض أو طائر ينتير بجناحي أو بشر استخلافهم على معمورته أو أي خالق آخر خلق لهم مقدرات ورزق يستطيعوا أن يعيشوا من خلال حياة كريمة أن الخالق سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على كل مخلوقاته لكي لا تزلموا وأقرى الخالق سبحانه وتعالى أنه لن يحكم في ملكه الأحد إلا بإذنه يعني كل الحكام والملوك والرؤساء والوزراء والرؤساء الوزراء والمشايخ والأمراء دول لا يحكموا في ملك الله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى أن الآجال معلومة والأعمار محدودة والأرزاق موجودة والجنام ممدودة لكي لا نتقاتل على نعيم زائل وبريق زائف ونسعى الخلود الأزلي السرمدي في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله الأخيات وكل الأنبياء الصالحين أول محاضرة هنتكلم فيها بتهمكوا جميعا اللي هي في التواصل الاجتماعي هتلاقوا الرابط في آخر المحاضرة كم ده الرسالة اللي أنا أرسلتها للشباب في أول محاضرة مع التواصل الاجتماعي بقول فيها إيه؟ إن من أنشأوا أهم خمس منصات للتواصل الاجتماعي كان متوسط أعمارهم 26 سنة و16 كان أصغرهم عنده 20 سنة وأكبرهم عنده 37 سنة وبدأوا التفكير في مثل هذا من قبلها سنة أو سنتين أو ثلاثة يبقوا متوسط لأعمار بتاعتهم حكومة بين 23 إلى 25 أصبح دخل هذه المنصات الخمسة 138 مليار دولار عام 2019 في تسع شباب أنشأوا كل المنصات اللي احنا بنتكلم عنهم دول وغيروا تاريخ البشرية ومصار البشرية والإنسانية من خلال تسع شباب تسع شباب كأمثالكم تسعة فقط تسع شباب هم اللي استطاعوا صناعة منظومة التواصل الاجتماعي لغير الثقافات وقيم وقناعات وأخلاقات العالم واللي ما زالت متواليتها تتزايد من خلال المستخدمين وسطة وآخرها اللي احنا نسميه كلاب هاوس انتو شباب هتعملوا ايه بقى؟ ماذا نحن فاعلين؟ هسننشغل بالاستعمال المفرد لهذه المنصات واللي في كثير من الأحيان بيجعلنا غير قادرين على القيام بأدوارنا في الحياة هسننشغل بمشاهدة البطولات الرياضية العالمية ومسابقات كرة القدم ونتتبع أخبار نجومها المرمقين هسننشغل بمشاهدة الأفلام والمسلسلات الدرامية والاستبتاع بالأغاني والعيش داخل عوالم أبطال المسلسلات هذه اللي بيصنعهم لنا الممثل اللي بيصنع لنا المخرج بيصنع لنا المنتج والرسل هسننشغل بصناعة مجتمعات افترادية بلونية نعيش داخلها وليس لها علاقة على الإطلاق بواقع الحياة اللي بنعيش فيها المجتمع بدأتنا هسننشغل بالحصول على الكسب السريع وليجعلنا من المشاهير والأسلاء دون أن يكون لنا مقومات لبناء حياتنا المجتمعية هسننشغل بصناعة وهم نعيش فيه يصيبنا بالملل والإحباط يصيبنا بالملل والإحباط والانتواء والانعزالية ثم التطرف والصدامية وليس تؤدي للإستخطاب والتجنيد والأعمال الإرهابية هننشغل بإيه يا شباب ماذا سننشغل بهم؟ أنا أتكلم في محاضرة السوشال ميديا عن كل هذه الأشياء تسع شباب غيروا العالم كله تسع شباب فقط من تمانية مليار من تمانية مليار علينا أن نفعل التالي الإيمان بمجتمع نريد أن نخدمه الإيمان بإمكانياتنا وخضراتنا الذاتية الإيمان باكتساب معرفية علمية تقودنا إلى أجاز الحلول المجتمعية الإيمان ببناء الجسر والشراكات مع ابناء مجتمعاتنا الإيمان بمبدأ الاستمرار المحاولات من أجل إحداث التغيير المجتمعي الإيمان بامتهان كل ما هو حلال والقانوني من المهن المجتمعية دون نظر إلى نوع العمل الإيمان بالمحافظة على قيم وثقافة وعقائد وتاريخ المجتمعات الإيمان بأن الأسرة هي ركزة البناءات المجتمعية الإيمان بإيجاد بإيجاد وسائل مبتكرة لإعادة سياغة عقول الشباب كما فعلها هؤلاء الشباب التسعة من أطلقوا هذه المنصات الإيمان بأن الصبر والمثابرة أجزاء لا تتجزأ بمناءة الشخصية المجتمعية القادرة على أحداث التغيير الإيمان بأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ولكن في الاتجاه الصحيح أنا ليس عندي حل السحر وليس عندي عصى موسى عليه السلام أو قدرة عيسى عليه السلام في المعززات ولكني أتحدث باكتهادات ولأن أقول ليس قرآنا أو إنجيلا أو طوراة إنها اكتهادات إنها اكتهادات نختلف عنها أو نتفق معها فهي أبنى يا شباب ندلع خريطة بناء مجتمعي وتغيير ثقافي قيمي من أجل مناهضة هذه الهجمات الثقافية الشرسة التي تؤدي لتقسيم وتفتيت المجتمعات وتشد أبنائها فهل سنبدأ أول خطوة بتحديد أبعاد المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا أم سننزوي وننعزل عن المجتمع ونعيش داخل فقاعات بلونية أدخلنا فيها أنفسنا وعزلتنا عن واقع الحياة التي عشاء مجتمعاتنا هذه كانت سألت للشباب في المحاضرة عن السوشال ميديا والرابط المحاضرة موجود إذا أردتم أن تستمعوا للمحاضرة كاملة المحاضرة الثانية اللي هي الشراكة بين المشاهير من النجوم والمؤسسات الخيرية على الشباب أنتم يا شباب أن يؤثروا البناء لبناء ماذا؟ منظومة إنسانية قائمة على معايير أخلاقية وثقافات وطنية تمثل قيمة وقامة الفقير الذي يدعونا نحن ندعي أن نرفع المعاناة عنه وعلى الشباب أن يتحلوا بالصبر والمصابرة من أجل تغيير فلسفات المناخات السيئة التي نعيش بداخلها وتحيط بنا وعلى الشباب أن يعوى أن بناء الوعي المجتمعي أكثر صعوبة من بناء الطرق والبنايات وشق الطرع والأنهار وإزالة الجبال من فوق الأرض وعلى الشباب أن يعرفوا أن الوقت جزء من النجاح وأن التغيير لا بد له من أوقات وآجال حتى يحدث وأن التغيير لن يحدث من غير رفع الوعي المجتمعي لن يحدث تغيير في مجتمعاتنا إلا إذا رفعنا الوعي المجتمعي مستوى الوعي المجتمعي وعلى الشباب أن يدركوا أن الإنسانية أعداء وأعداء كثر وما عاد الإنسانية فقد عاد الأوطان والمواطنين وعلى الشباب أن يؤمنوا أنه لا يأسى في مساعة العمل الإنساني وأن يزيلوا كلمة اليأس والإحباط والإنزواء من كلمات قواميس محدثاتهم اليومية ورابط المحاضرة موجودة عندكم محاضرة اللي هو النجوم كيف نستفيد من النجوم نحن نريد أن نصنع منظومة إنسانية خيرية مجتمعية نضع لها الأتر والسياسات والقيم والأخلاقيات المحاضرة الثالثة كانت في الاقتصاد وأنا اكتهدت فيه لأننا بأعشق الأسواق المحلية والأسواق الشعبية إن رسالة بناء الاقتصاد الوطني الحر هي رسالة بناء الحياة الحرة الكريمة التي لا يقدر على القيام بها إلا المؤمنين من المواطنين المخلصين أم متخصصين كأمثالكم أنتم المؤمنون المتخصصون إن شاء الله والخابرين في كافة بناءات الحياة الاقتصادية للأفراد والأوطان إن بناء الاقتصاد الوطني منظومة استراتيجية استثمارية مركبة معقدة متشابكة طولة الأمد وليست مكسب في صفقة تجارية فقط وسوف يبنيه من؟ أبناء الأوطان أنتم المؤمنين أنتم برسالة الحياة فعالية كل ابن من أبناء الوطن المحافظين على مقدرات المجتمعات لتستفيد منها الأجيال عليكم أيها الشباب المخلص وأنتم هؤلاء الشباب المخلص بأن تدلكوا أن المؤمنين المخلصين منكم هم فقط الذين سيصبحون قادرين على بناء اقتصاد الأوطان وإن غدا لناظره قريب وإن ربكم المرصاد والله غالب على أمريه ولكن أقصر الناس لا يعلمون والرابط أمامكم كذلك لمحاضرة كاملة محاضرة لماذا يحجم المانحون عن التبرع في أسباب كثيرة أنا ذكرتها ولكن هذه المقدمة أنا بقولها في صفات وخصائص الشباب اللي هما حيغيروا إحجام المنحين عن العطاء أنتم الأمل والعمل والهمم والحمم والشيام والقيم والثقافة والخمم أنتم الأصول والنحور والصدور والعقول والثبات والرشاد والسداد والوفاد أنتم العزوة والنخوة العزة والمنع الحماة والقضاء الرعاة والصعاء وأنتم أقصر من ذلك أنتم البنات والدعاء الغزاة والرماء العطاء والسخاء النقاء والبقاء السماء والرجاء الدعاء والبهاء الفكر والذكر والشكر والوقت الحاضر والمستقبل والماضي والتاريخ الطريق والصديق الرفيق والشقيق أنتم جميعا هؤلاء الطريق والصديق الرفيق والشقيق التحدي والصمود الوعود والخلود الإرادة والسعادة والقيادة والريادة هذه خصائصكم أو بعض خصائصكم فيكم كل هذه الصفات وأكثر وأنتم الوحيدون القادرون على صناعة البقاء صناعة البقاء صناعة والحياة صناعة والمقاومة صناعة والعمل الخير صناعة مجتمعية فيكم هذه الصفات وأنتم الوحيدون القادرون على صناعة البقاء المانحة لكافة حقوق الحياة للمجتمعات كي تسعب بصحبة الوجود بين ظهرانيكم أنتم الواحدين القادرون على تحقيق آمال الشعوب والأوطان تشييد حضرتها وبناء نهضتها نثق فيكم أبدا الظهر أيها الشباب فلكم مننا السلام ومن الله التوفيق ومن الرسل الصحبة ومن المجتمعات الرضا الرابط للمحاضرة كاملة موجود في الأسفل إن شاء الله لما نعطي أموال صدقاتنا وزكاوتنا كانت قريبة رسالتنا في هذه المحاضرة كانت عن العمل الخيري لقد أصبح العمل الخيري مهنة يمتهنها القائمين عليها كمهنة الطبابة والهندسة والتعليم والتجارة والاستثمار والاقتصاد والصناعة والزراعة والشرطية والعسكرية وغيرها من المهنة التي تحتاجها تخصص معنى حرفه لقد أصبح العمل خيري منظومة صناعية مجتمعية متدخلة مع كافة مناحي حيوات الخلائق لتتعايش تعايشا تجانسيا مع بعضها البعض لتعزف لنا معزوفة سيمفونية خرود الحياة معزوفة سيمفونية خرود الحياة التي وهبها الخالق لكل حي يحيا في ملكة وأن هذه المعزوفة السيمفونية لها أتر وقوانين وسياسات وثقافات وقيم وأخلاقيات وبداخلها صناع مهرة أنتم خبراء حاذقين أنتم سيرين مسالك سبرو لها لكل بقعة من أرجاء المعمورة العمل الخيري يا شباب ليست مهنة من لا مهنة لهم وليس انفعالات ارتجالية عشوائية عاطفية يقوم بها من لا خبرة لهم في مساراته ومنظوماته التأثيرية والتوجهية العمل الخيري حلم يتدفق في أفئدة الفقراء نور يتلألأ في أعين المساكين مشاعر تتوجه في أحاسيس المقهورين نبض يتدافع في مهج الأرامل وأمل يتجدد في دمائر الثكلة فعلينا يا شباب وأنتم الشباب أن نجعله حقيقة علمية قيمة حضارية نهضة اقتصادية موسوعة تربوية مسيرة مستقبلية لبناء القيادات المجتمعية العمل الخيري خلق ورسالة مهمة وقامة قيم وثقافة فلسفة فكرية بانية لروابط الأنسجة المجتمعية والعمل الخيري شراكة مع من؟ مع أصحاب المال الحقيقيين من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل صاحب المال في العمل الخيري هو الفقير صاحب المال في العمل الخيري هو الفقير العمل الخيري وسيلة وغاية في نفس الوقت فهو وسيلة لرفع المعاناة عن المحتاجين والأيتام والأرامل والمشردين المعتصمة حقوقهم وهو غاية لأرضاء الخالق سبحانه وتعالى تمكين المحتاج بناء المجتمعات والدول استقرار الأمن والسلم للمجتمعيين تأسيس نهضة وإنشاء حضارة العمل خيري مسئولية نأت عن حملها السماوات والأرض والجبال فحملها الإنسان الظالم لنفسه والجاهل بعذم قدرها العمل الخيري مدخلا فسيحا لجنان عرضها السماوات والأرض من أبلينا فيه البلاء الحسن وهوية صحيقة نهوي منها إلى قاع جهنم والعياذ بالله التي يقودون الناس والحجارة إن أسأن فيه إلى أصحاب المال الحقيقيين من الفقراء والمساكين العمل الخيري روح تبعث الأمل في أكباد القلوب التي عانت من شزف الحياة ظلم الأحياء بطش الجبابير سطو الفسدة وسوء إدارة ضعاف الإمام العمل الخيري صناعة حياة ووسيلة نجاة لطفل رعاه كريم سقاه ورزق خباه وفضل حباه يمحو شقاه هذا الكريم يمحو شقاه الطفل بأرض فلاه الطفل كان في أرض فلاه فيرفع بهاه في ظل سماه ويشمخ علاه على الطفل نفسه بعدل انقضاء لليتمن عناه وفقر بلاه ونصبح نراه الطفل نتين عزيز غناه بهي سناه بهيج حناه لمولى عطاه عظيم الصراهة هذا الرابط موجود أيضا لكم يا شباب ويا أخواتنا الشابات كذلك أنتم الأمل والعمل والحلم والمهجة والرؤية والرسالة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى كيف نقسم أموال الزكاة وكانت محاضرة أخرى أيضا كذبتها وديل رسالة للشباب داخل هذه المحاضرة نحن لن نزايد على أهمية الدور الذي ينتدركم أو عدم المسئلية الملقاة على عاتقكم فخذوا العلم ممن؟ من مصادره الموثوقة نتستمع لمن يحملونكم على الغريب من القول الضيق من الأفق والأراء الفقهية المعصول المسجع أو المسجع من ديباج ونظم الكلام قراءة التاريخ من المسلسلات الدرامية سماع الفتاوي ممن ليسوا أهلا لها أو لهذا أو الاعتماد على مقولات جوجل وويكيبيديا في البحوث العلمية ولا ذلك من التقاوزات الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة القائم على بناء مأسسة ومؤسسة الزكاة المجتمعية مؤسسة الزكاة المجتمعية لأنها الركن الوحيد الذي ذكر الله فيها قاعدة العاملين عليها العاملين عليها معناه أنه نحن موظفين داخل مؤسسة الزكاة تعلموا يا شباب اللغة العربية لا يولا فخر سيدة اللغات بلا منازع بلا منازع ولا يعلو لسمائها أي لغة حتى ولا اجتمعت اللغات كلها مجتمعة تعلموا يا سباب في اللغة العربية مدخل المعرفة الدينية والعقيدية والثقافية والتاريخية لأمتكم بإذن الله سبحانه وتعالى أمتكم العربية وأمتكم الإسلامية استمروا في التعلم فالعلم بتعدد الآفاق والأبعاد ولا نهاية لمعلومات العلم أبدا لمعلومات العلم المعرفية تعلموا العلوم المعرفية لبناء الكينات المجتمعية والعلوم الشرعية لبناء شخصياتكم الإيمانية وأخلاقكم السوية لا تتعجلوا يا شباب قطف ثمار شغيراتكم المعرفية واستبواوا مقاعد الفتية قالين نحن رجال وهم رجال بل أبدا نحن هم رجال ونحن طلاب علم ندبع هديهم إن شاء الله تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لذي روال إمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق أوغلوا في الدين برفق فإن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى يا الشباب امدوا على بركة الله وسيكون أنا مش شايف شير المربع الأسود ده علي لو سمح علي 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 لأ لأ شيء المربع الأسود اللي فوق ده المربع اللي فوق نو 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 nos ارجع تاني ارجع تاني آowie ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني نشريح لك توقف عليها شريح لك توقف عليها قبل كده لسا نفل في الماء الشريحة اللي كنت تقف عليها قبل كده يا علي امدوا على بركة الله وسيكون التوفيق حليفا لكم ولكن عليكم أن تدركوا وأنا معكم اترك الشريحة يا علي أن الطريقة طويل والزاد قليل والتحديات كثيرة وأن أهم قواعد النصر هي العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي العلم الديني العقيدي العلم المخبري التجربي بدون العلم لا تبنى المجتمعات وبالجهل تتوقف النهضات وتندثر الحضرات اعلموا أيضا أيها الشباب أن الحرية أساس الإبداع والتمكين والانتماء والبناء المجتمعي المؤدي إلى بناء النهضات وتشهيد الحضرات وأن الحرية لا تمنح لا تمنح ولا يمنحها أحد بل تنتزع وأن تنتزع الشعوب انتزاعا من بين النياب وبراث التغاة والفسد فعيشوا أحرارا مبدعين بنائين متكاتفين كي تسعد بكم الخلائق فأردى عنكم رب الخلق والخلائق وربة المحاضرة موجود أمامكم في ثالث محاضرات نولتها في الخطوط الهندسية بناء المجتمعات المدنية هذه الأولى منهم إن ما نقوم به وما نريد أن نقوم أن تقومون بها أيها الشباب ليس سحرا أو شعوذة أو تنجيما أو عشوائية غير مبنية على قاعدة وأسر علمية بل هي خبرة ومعرفة وتجارب وإيمان لماذا؟ بثقافة وقيم وحاجة المجتمعات التي نريد أن نخدمها ونخرجها من ظلامات الجهل واللاوعي واللاإدراك والتيه في غيابات المجتمعية ما أنزل الله بيامن سلطان إلى نور الإدراك والمناصرة والتمكين للبناء للمجتمعات والقادر على بناء النهضات وتشييد الحضرات فنحن الآباء والأمهات والأجداد سوف ننير لكم ظلامات الطرق بإحداثين وسيلتين الأولى أن نقتل خطوة الأولى في غيابات الجهل المجتمعي وننير لكم هذا الطريق بأرواحنا حتى وإن لم يسل خلفنا إلا القلة القليلة لعدم توفر الإمكانيات وعدم قدرتكم على اللحاق بنا وذلك لعدم وضوح رؤية رسالتنا أو للتحديات المجتمعية للي قد تعصف بوجودكم والثانية أن ندي لكم الطريق ولو بشمعة لا يمتد نورها لأكثر من خطوات نعدوها في ظل إنارة هذه الشمعة مع قلة أكبر من القلة الأولى أما إن أردنا معكم أو أردتم معنا أننا معكم وأنتم معنا بناء هذه المسيرة فعليكم أن تدفعوننا بحماس أرواحكم الخلادة التي تعطينا الأمل كل الأمل لأن هذه الأرواح إنما تتألق أنوارها من عمق الإيمان الراصخ في أفئدتكم ونحن نستير في مسيرة داخل دهاليز الحياة التي أنشأها الله ليعبد فيها وننشر من خلال عبادتنا له مبادئ العدالة المجتمعية والحرية والإخاء والمساواة وحفظ كلامة الإنسان كل الإنسان حتى الطير والحيوان والمياه والمناخ وكل مكون مجتمعي فقد أوجده الله سبحانه وتعالى لخدمة بني آدم فلأنتم مستعدون على السير معنا داخل هذه المسارات حتى نحقق أمال وأحلام ورؤى المستضعفين في الأرض تقربا لخالقنا وتيمنا بمسيحة رسولنا صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والرسل ثم المسلحين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم الشريحة يا علي هل أنتم مستعدون لإرضاء الله سبحانه وتعالى والرسل وأنبيائه هل أنتم مستعدون لتحمل عب مسؤولية الأمانة التي رفضت الجبال والسماوات حملها هل أنتم مستعدون لبذل الكثير من التضحيات من أجل إسعاد الآخرين هل أنتم مستعدون لتحذوا خطونا وتشذوا برسالتنا فإن كنتم مستعدون فدعونا نمد أيدينا إلى أيديكم لتشابك معنا من أجل بناء هذه المسارة المجتمعية سويا والرابط للمحاضرة الكاملة في الأسفل وهذه المحاضرة الأولى من ثلاث محاضرات المحاضرة الثانية في الخطوط الهندسية من المجتمعات المدنية لقد ناقشت معكم أيها الشباب مسألة برضك للشباب في المحاضرة الثانية الجزء الأول من هذه المحاضرة خاتمت بدء المسير في صناعة الشخصية المجتمعية داخل المتوازيات داخل التاريخ ثم صناعة المسارات من خلال الحاجيات المجتمعية التي يحتاجها المواطن ومن ثم بعد ذلك صناعة المركبات القادرة على أدارة المسارات من جهة وكذلك التواصل والتنسيق بين كافة المسارات المجتمعية من جهة أخرى واليوم أطلب منكم أيها الشباب الوعي أكثر من هذا وأكثر 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 فاليوم سوف نغوز ونسبح داخل أعماق وأغوار أنفس البشرية لنفس البشرية المواطن والمرتبطة بحاجياته المجتمعية من الخدمات وهذه ذكرتها في معرض حديثي من قبل فهل أنتم مستعدون بالصبر والمثابرة مرة أخرى بمواجهة البحث والتنقيب والتحليل والترتيب والتصنيف والإدارة ثم من بعد ذلك الإبلاغ والإعلان عما تقومون به مستعدون للصدع بقول الحق من أجل حصول مجتمعاتكم على هذه الخدمات هل أنتم مستعدون أن تصلوا إلى كافة المجتمعات القائمة على أرض المعمورة أرض هذه المعمورة لقد أصبح الإنسان بحد ذاتي مجتمعاً مستقلاً بذاتي فعوداً عن مجابات مئات الآلاف من المجتمعات الشعوبية سوف نتواجهون مليارات من المجتمعات الفردية داخل كل مواطن يعيش في أغوار هذه المعمورة هل أنتم مستعدون للتطور ومن ثم إحداث التغيير المجتمعي المنشود الذي ترتقبه المجتمعات هل أنتم مستعدون للتصابق مع الزمن والتصارع مع الفلسفات الثقافية المجتمعية والتدافع مع الأرواح والأفئدة هل أنتم مستعدون لإحداث كل هذه الإنجازات العظيمة المبهرة الزهرة غير عابئين بذكر التاريخ لكم حتى 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 وإن نسبت هذه الإنجازات كذباً وزوراً وبوتاناً لغيركم من الأفقين والمنافقين هل أنتم مستعدون للعيش بلا زاد والسير بلا راحلة والتعلم بلا معلم والأسداء بلا رشد ورشاد إن التحدي الذي سوف يجهنا في هذا الجزء من المحاضرة هو التحدي لبناء الأنفس القادرة على إصلاح الأنفس من أجل إسعاد كل نفس خلقها الله سبحانه وتعالى من أبناء الأنفس البشرية أو أبناء الأنفس أنفس الخلائق الأخرى وإن تخلقها المولى عز وجل لخدمة هذه الأنفس البشرية فإن كنتم أهلاً لهذا وأنتم أهلاً لكل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى فقودونا معكم لنكن لكم عوناً وذخراً ورفاقاً فما أنتم ونحن إلا شموساً لن تنتفي أنوار إشراقاتها وإن تسوف تظل مشرقة أبداً دار إن تحلق بالإخلاص والثقوى والتواضع ولين الجانب ومصراحة النفس وستتابع مسيرات هذه المسارات المجتمعية خلال أفئدة التاريخ وثقافات الشعود أبداً داراً وستكونون أبداً أنتم بإذن الله الوقود المحرك لكافة حركات هذه المسيرات التقدمية المجتمعية فهي أبناء نخطو سوياً الخطوة الثانية والثالثة والرابعة وغيرها من الخطوات إلى أن تصل شعوبنا إلى بر الأمان المجتمعي الذي يرضاه الله ورسوله والرابط للمحاضرة في أسفل الجزء الثالث من المحاضرة في الخطوة الهندسية قد شهادنا في الجزء الأول والثاني في الجزء الأول كيف نبني هيكل المجتمع وهو البيت الذي سوف نعيش بين جانبتي في الجزء الثاني الذي تحدثنا عن الغوص في أعماق نفس البشرية ما تريده من خدمات وعشرنا إلى الخطر الذي سوف تحدثه الثورات المعلوماتية خاصة ومن خلال منصات التواصل المجتمعي والتي قد تؤدي إلى تدمير الكوكب الأرضي فلا علم بلا إيمان ولا قدرة بلا يقين ولا حضارة بلا أخلاق ولكن وفي هذا العصر والعياذ بالله فقدنا الإيمان واليقين والأخلاق لذلك فسوما تصبح علومنا واكتفاتنا مدمرة لنا وفي هذا الجزء الثالث نرجع مرة أخرى لنشعر بقيمة المسلمات التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا ومن خلال هذه المسلمات نفتح خطوات البناءات العقيقية للمسلمات المجتمعية المندمجة التي نودّ أن نعيشها بداخلها لننتقل بالتدرج بداخلها في بناء المجتمع المندمج فنسير فيه سويا من مرحلة الصدمة إلى المسلمات إلى بناء الوعي المجتمعي ثم من بعدها إلى بناء المجتمع المندمج لقد رأينا أطوار بناء هذه المسارية المجتمعية داخل أغوار النفس البشرية وداخل المصاريات المجتمعية ومركباتها المعقدة والقادرة على إدارة شؤونها ومن ثم ننتقل إلى مرحلة البناء المجتمعي الاندماجي والمتميز في نفس الوقت ولا نعني بالاندماج الانسهار والذوبان ولكن نعني به التميز والتعددية والاندماج هنا يعني أن كل مننا من خلال عقيدته وثقافته وتاريخه يصبح قادرا على التعايش والتكامل مع أبناء المجتمعي من خلال الرؤية الكاملة لكيفية بناء مجتمع قاعدته الاندماج المتميز وصرحه التكامل بالأداء الفعال للحفاظ على دائمه مدبقاء هذا الصرح التي تصعب بالخلاق فنحن متعذون أيها الشباب فنحن متعذون فما زال في الوقت الساعة فهيا بنا لنبني هذا المجتمع المندمج المتكامل المتميز لتسعب بالاخلي كافة خلاق التي خلقها الله سبحانه وتعالى بدأت معكم بسيات هذه المجموعة الثلاثية من المحاضرات برسم خط واحد أردت به التحدث عن متوازيات مجتمعية لتحديد كيفية دراسة التاريخ ثم تشعبت هذه الخطوط المتوازية داخل المجتمع إلى مسارات مجتمعية مركبات وقت المجتمعية متقاطعات متشابكات متطبقات متردفات متواليات ثم ما سوف تحدث هذه الثورة المعلوماتية وثورات منصات ووسائل التواصل الاجتماعي داخل مجتمعات من ضمار قد يؤدي إلى تدمير الكوكب الأرضي الذي نعيش فوق أراضيهم ومن ثم تنتقل بنا خطوات خطوط المتوازيات إلى مرحلة البناء المجتمع الاندماجي الهرمي فنجد أن لدينا فيها أربعة أهرامات تقعوا للمحاضرة بداخلهم أربعة وأربعين قيمة وحقيقة وقاعدة وأساس مجتمعي إذن فعلينا أن ندرك أيها الشباب أننا إن خطونا الخطوة الأولى داخل مسيرة البناء المجتمعية فسوف تأخذنا هذه الخطوة إلى بناء هذه الأربطة المجتمعية اللازمة لبناء المجتمع المندمج المتكامل والمتميز فالمسيرة لن تأخذ ساعات أو أيام أو أشهر بل سنين وحقب زمانية وأجيال فلأنتم مستعدون يا شباب معنا لرسم الخط الأول وخطوة الخطوة الأولى داخل هذه المسيرة المجتمعية فيتعلموا أيها الشباب الوعي أن كل خط نخطه داخل المجتمع هو بداية مسيرة لأحداث التغيير المجتمع المنشود الذي تريده التغيير الذي تريده المجتمعات وما المجتمع وما المجتمع وما المجتمع إلا هذا الكائن الحي الكبير الذي نسعى إلى بنائه داخل هذه المساحات الأرضية المترمية الأطراف والأزمنة الوقتية الضاربة في أعماق التاريخ والثقافات والفلسفات المحلية النشئ بين أغصان الشعوب والأمم وبنفس الطريقة التي خلق الله بها سبحانه وتعالى كافة خلاق فإن أيقنا حقيقة هندسة الحياة فنأيقن أن نتيقن أن الحياة خالق مبدع نظم هندسيات بناء الأكوان وفق نظام مبديع يعزز الباحثين فلسف تسيرون معنا داخل هذه المسيرة فإنا منتظرون إننا منتظرون إننا منتظرون فإن نحن حقاً يا قوياء هذه الأسئلة أنا أقولها لنا كمان فإن نحن حقاً متعذون إذن فعلينا أن ندرك يا شباب أن نحن أيضاً مدركون أم لا وأن نحن مستعدون أيضاً فإن سوف تسيرون معنا داخل هذه المسيرة المجتمعية أم لا قد طرحت هذه الاستفاهمات عليكم أيها الشباب لنعلم نعلم ماذا؟ أنه لا عشوائية في العمل لا انفعالية في الأداء لا انغلاقية في التفكير لا انحصارية أو انحصارية في التخطيط الاستراتيجي بل إنه التدرق المعرفي في بناء معالم الطريق الذي سوف تسير بين جنباتي المجتمعات وفق خريطة عمل ميسرة محكمة متكاملة يراها القاسي والداني فلتحقونا بركب السير فيها لأحداث التغيير المجتمع المنشود والمؤدي إلى بناء المجتمع المندمج المتكامل رابط المحاضرة معنا نخرج من هنا إلى قضية نعيش فيها ونعيش داخلها وتعيش معنا لإيمن هي قضية اليمن قضية اليمن قضية اليمن يا شباب في هذه المحاضرة هكذا نترك يمن هنا يا شباب لقد استعرضنا ما قالت إليه الأمور في يمننا السعيد والذي سيظل سعيدا بإذن الله ثم بمجهوداتنا جميعا فعلينا أن ندرك أن الدور الرئيسي المنوطة بنا وبكم القيام به سيكون متعدل الأبعاد سيكون متعدل الأبعاد فيها أبعاد محورية تقالية رئيسية تكاملية قاعديا أساسيا مستقبليا وقياديا من أجل بناء يمن جديد بلاقات يمن جديد بلاقات وما يحدث في اليمن الآن هو جريمة ضد الإنسانية وما يحدث في سوريا الآن جريمة ضد الإنسانية وما يحدث مع الجيجور الآن جريمة ضد الإنسانية وما يحدث مع الروهينجا الآن جريمة ضد الإنسانية وهكذا وكشمير وجنوب السودان إلى آخره وكل هذه وكذلك اللي يحدث الكونغو الديمقراطية إلى آخر أما محورياته التقاطعية أنا ندرك أن دور رئيسي دور رئيسي ليكم أنتم لمحوريات تقاطعية محوريات تقاطعية فمحوريات تقاطعية في التداخل مع كافة المشاكل المجتمعية التي واجهها يمنون السعيد ونعمل جاهدين على التصدي لإيجاد الحلول الناجعة لكل مشكلة منها هذه المحورات تقاطعية تقاطع مع كل مشكلة مجتمعية في اليمن وأما رئاستنا الرئيسية لماذا؟ لأننا أصحاب المبادرات نحن الشباب أصحاب المبادرات التي سنصنعها ونقودها من أجل خدمة أبناء وطنان العزيز وأما التكاملية فاتقع في أن نتكامل مع بعضنا البعض في الأداء ثم مع بعضنا والآخرين من الشركاء اليمنيين ثم مع معدنا والحكومة مؤسستها ثم مع أبناء اليمن في الخارج ثم أيضاً مع كل من يحب اليمن وارد له الخير وأما القاعدية الأساسية فهي مبثقة من إيماننا العميق بحق كل كائن حي في اليمن في الحياة ونحن من نسهر على خدمة الإنسان والطير والحيوان والجماد ونحن أيضاً من سنسهر على المحافظة على الثقافة والقيم والأخلاقيات والحضارة والتاريخ والعلوم والنهضة أما المستقبلية فنراها في أعين من؟ كل يمني عانى فصبر شاقية فأنجز حرمى فأعطى منعى فبذل ظلمى فعدل وقعى فأقامى أميتى فأحيا ردى فأرضى حمدى فحمدى زكى فأزكى حكمى فحكمى أوذى فعفى سمحى فأرشد أحبى فضحى سجدى فأوعى عبدى فأرضى وماتى فسعدى ده هم اليمنيين اللي هم مستقبل لهم بإذن الله سبحانه وتعالى أما القيادية فمعنى القيادية فيها هي قيادة في عدل رشاد في حكمة بذل في تواضع مخاطرة في معرفة تضحية في يقين دين في حزم رؤية في مبصيرة تمارينة في سكينة سلم في حلم سمع في علم شورة في ود أباء في كرامة نخوة في نجدة عزم في حنين صفاء في سريرة إثار في سخاء مهاء في سماء رود في صدور رفعة في ذكر نضحي اليوم سيامننا سعيدا نحيا ليبقى فريدا نبقى ليرشد سديدا ننهض ليخلد رشيدا نسعى ليعلو وجيدا ونسجد لربا ميدا ليه اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى ورابة المحاضرة موجودة عندكم المحاضرة الأخيرة عن الإرهاب صناعة الإرهاب والإرهاب شر البلدية ما يتحل لقد أصبح علينا يقينا أيها الشباب أن نؤمن بأننا لسنا إرهابيين أبدا وأن الإرهابين حقيين هم من يتهمون الآخرين بالإرهاب وأن الإرهاب ليس جزءا من ديننا الحنيف وأن من يهربون الآمنين ليسوا من المؤمنين بسماحة رسالة الإسلام وأن الإسلام دين السلام والاستسلام لمن؟ لرب العالمين وأن الإسلام هو دين القوة والمنعة والعلوم والمعرفة والبحث العلمي والاسترشاد وأن الإسلام يدعو إلى الإخاء والمساواة التفكر في خلق الله بناء المجتمعات وفع الظلمات العدل والإحسان والانتماء للأوطان وأن الإسلام له أعداء كثر في كل مكان وفي كل زمان وأن الإسلام يدعو إلى ماذا؟ إلى الإعمار الكوني البناء المجتمعي التعارف المعرفي التعلم العلمي الاسترشاد الرشيد التحكم الحكيم الخلق القويم الفعل الرحيم الصحبة الحانية الأخوة البانية السموف في التواضع العلو العطاء في تعاطف الإقدام في تآذر الثبات في منعة الرشاد في جمعة والبقاء في قناعة وأن الإسلام دين حضارة ونهضة كرامة وعزة تسامح وإخاء صبر وبناء روح وفداء حب ونماء عدل وقضاء رفع وسماء بدل المسخاء وطريقة السعادة فالإسلام أيها الشباب لابد أن تؤمنوا بما أقول إن شاء الله لا استغفروا أنا لا أعرضكم أنا أعرضكم أن تؤمنوا بما أقول ولكن تؤمنوا بدينكم الحنيف الإسلام قوي دين قوي لا يضعفه أحد متين لا يثنيه أحد وسام لا يعلوه أحد قريب لا يقصي أحد أليف لا يسأمه أحد بعيد يدني كل أحد عزيز لا يحقره أحد عظيم لا يذله أحد هاد لا يذله أحد واسع لا يضيقه أحد معين 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 لا ينضبه أحد منيع لا يكسره أحد عاد لا يذنمه أحد قدسي لا يدنس أحد راسخ لا يقلعه أحد محكم لا ينفذه أحد شامخ لا يهزم أحد وآبدي بخدرة الأحد سبحانه وتعالى يا شباب لا تسأموا من الظلم فأنتم مش على الأمم ولا تحباتوا من الفشل فأنتم مبعث الأمل ولا تميروا للقعود فأنتم رات السمود ولا تبكوا على الفراق فأنتم غاية المشتاق ولا تيأسوا من الوعيد فأنتم فجروا كل عيد ولا تفزعوا من الصياح فأنتم نورا كل صباح ولا تفروا من الهموم فأنتم عزوة المكلوم ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم قمة الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم مؤمنون الأخيار بإذننا ده رابط المحاضرة اللي موجودة عن الأرهاب وما أدراكم ما الإرهاب الرسالة المحصية النهائية قد تحدثت إليكم أيها الشباب باللغتين إن شاء الله يمنجمعة تكون باللغة الإنجليزية بشي الفرنسية أحدثت إليكم اللغتين العربية والإنجليزية من أماكن كتيرة كلما بسافر في مكان معين بأتكلم أكلم البحر أكلم المحيط أكلم الترعة أكلم النهر أكلم الصحراء أكلم السماء أنا في الطيارة أكلم الأرض أكلم أي حاجة قد حدثت إليك مبلغتين العربية الإنجليزية من أماكن عدة في هذا الكاكب الأرضي وفي مجاميع وأوقات وظروف مختلفة من فوق البحار وعبر السماوات وأواسط الصحراوات وتحت ضرار الأشجار وعلى دفاف الأنهار وفي العديد من اللقاءات المرئية والمسموعة في سري وعلني في همسي وذكري وفكري وسمعي وبصري وبصرتي معاناتي وسعادتي وأحلامي ويقظتي في سهوي ورقابتي وكره ومحبتي وظلي وعزتي وإبغادي ومودتي ومهناتي ورفعتي وقربي وغربتي ونهاري وليلتي ويقيني وسريرتي وشقائي ونعمتي وحزني وفرحتي ومحياي وموتتي تحدثوا في كل هذه الأمور وأن مختلف مشاعري وأحاسيسي فيه بنبدي وقلبي ومشاعري وأحاسيسي وهواجيسي وتفكيري وبكبدي وأساريلي علموا يا شباب أنني لن أمل لن أمله لن أمله ولن أكله لن أحبط بإذن الله سبحانه وتعالى ولن أزهق حتى وأن زهقت روحي لن أحبط ولن أزهق وسأظل أطلق أبواب الحياة لتحيوا بها موات الأحياء لتحيوا أنتم بها موات الأحياء سأظل أسعى لتسعى الدنيا لتسعى الدنيا والأخيرة أسعى معكم لتسعى الدنيا والأخيرة أناديكم فيما حيايا وفيما ماتي أبدا الظهر فلن تموت روحي أصدر له معكم تناديكم قائلة لكم بإحياء حياتكم تحيوا حياة المجتمعاتكم بإحياء حياتكم يرفع الله قدركم بإحياء حياتكم يسعد الله عطانكم يسعد الله عطانكم بإحياء حياتكم تستغفر الخلايا قلكم وبإحياء حياتكم تخلد الأجيال أعمالكم بإحياء حياتكم سأن لكم سعد ربكم وبإحياء حياتكم ستشد الفردوسة مبتاجة بكم حياكم الله جميعا يا شباب أطلت عليكم وقزاكم الله قيرا الجزاء وأراكم إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله إلا إذا كان أحد عند تعليق أو عنده هذه طبعاً الروابط محاضرات كل هذه محاضرات كثيرة إن أردتم أنت باللغة العربية واللغة الإنجليزية فأهلاً بكم في الدخول عليها إن شاء الله يا علي إذا كان عندك حد عنده أي سفسار أو أي سؤال إلى آخره فأنا جاهز إن شاء الله علي لحد الآن ما في أي سفسارات دكتور علي معكم دكتور لحد الآن ما في أي سفسارات في أي تعليق في سؤال في أي شيء علي ما فيه شيء خلاص إذا كان كده علي خلاص يعني جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعد الإفطار إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم